هنروح لكرة السلة سيدات مبارح كان مباراة الاتحاد اسكندرية ولكن سيدة المباراة كانت على صالة الشهداء في مقار النادي الاهلي بالجزيرة وانتهت طبعا بفوز لنادي الاهلي بنتيجة 88-67 نادي الاتحاد سيدات دخل على الخط طبعا كابتل محمد مصلحي رئيس النادي الاتحاد قال لك أنا هعمل فرقة سيدات وقال وصدق وخدوها طبعا من الدرجة التانية للأولى للممتاز وعمل فرقة محترمة جدا 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 ونادي الاتحاد لما يخش كفريق سيدات لا أكيد هيثري كرة السلة في مصر نادي الاتحاد أو اسكندرية هي يعني معقل كرة السلة شعبية طاغية فلما تخش السيدات لا هيبقى مع سبورتينج مع سموحة ده الطبيعي أنا كنت شايفين ده الطبيعي مباراة الانبارح شافت نديها قوية الحقيقة نادي الاتحاد الاسكور على فكرة 88-67 ما ينمش قوي عن المباراة مباراة في الأوكال كلوس جيم جدا ولعبة الاتحاد قدوا أداة كويس لعبة الأهلي طبعا سيطروا بشكل كبير على حلقتين تحت الحلقة وسيطروا طبعا على الهجوم الخاطف بشكل كبير وقدروا بيحسموا اللقاء زمولة لحضراتكم 88-67 الحقيقة احنا مسبناش اللقاء ده كاميرا الأبطال كانت موجودة صورنا تقرير مع اللاعبات والجهاز الفني نتفرج عليه مع بعض رجل حضركم تاني نعرضها ناس كتير قوي مش في مستويها فيه هدوء في الفرقة كان هيكسة في أي وقت وإحنا محذرين من دوت حاجات كتيرها في شغلنا الدفاعي معمولة غلط تخلينا ناس يعني دينا الفرصة لهم يبقى الأوفنس بتاعهم نوعا ما فيه توفيق ده مجمل مباراة احنا بس الكوارتر التالت نوعا ما دفعنا شوية ولعبنا بقى مين فاضي أو تيم أوفنس جماعي وخصصا عندنا على شيء لها وعليها إنسايت نما مش مش يحصل حاجة احنا مش مبسوط يعني احنا مش عارفين دي الحالة ايه بس حتة احنا أو اللعيب المصري بالصفة خاصة إن الفرق التانية ناقصة بفوتين اتنين لعيبة من الطوال القامة بقى هم أصلا عددهم الكبير يعني المميزين عندهم عددهم مش كبير يعني يتعدهم تابع ست سبع لعيب لما منهم اتنين ما يجوش أو عندهم إصابات أو أو انت نازل هكسب في أي وقت دي أزمة في كل لعيبة المصريين اجتماع في دي بالذات بعيدة عن البسكت جوه الجيم الناس فبنزع طب هنخصم طب هنعمل بنحاول ندور لها على حاجة إن الناس تتماسك سبت تشكيل هلس وسبتوا يعني كانت تالب بذات سوريا واميرال وفريدة عشان من الاتنين نوع اميرال وفريدة بيدفعوا كويس وشي ورانيم فحصل فما غيرتش لما بيحصل عدم توفيق مع البنش أو مع ناس اللي بتنزل في الحالة اللي بيبقى فيها داون قوي بيبقى الجيم وحش أو الجيم مفيش حد مركز يعني بيقولك هي حالة جديدة علينا ممكن ممكن يبقى الفرق لقدامي واحد من عندي أو اتنين وعشين أو مش موفعين أو بيدفعوا سرحانين لما ما بتبقاش حالة معظم الولاد فحنا سبتنا تشكيله فحصل جزء توفيق فطلعنا عشرين بونت وحفظنا عليه يعني حتى في الرابع ما غيرتش كتير برضو فضلت ثابت كده لحد ما نوع ما الجيم فتع بدأنا مغائر تاني الناس ماين رغم اللي بينزل ما بيكون كويس بس ايه دول ماشين فانسيبهم بيكملوا لحد ما الجيم يخلص بس فهي حالة حالة نتمنى ما تتكررش مش اكثر طبعا الف امروك لفرقتي النهاردة كان ماتش مهم ضد فريق محترم زي فريق نازل الاتحاد طبعا فريق بيكسب وفريق موجود وكمان احنا كنا شايفين الماتشات اللي هو عملها كان عام ماتشات كويسة جدا خصوصا مع سبورتنج فاحنا كنا جايين محضرين للماتش كويس شايفين ايه النقط المهمة اللي بيعملوها والايه الحاجات اللي احنا نقدر نقطة ضعف اللي نلعب عليها قدرنا ان احنا الماتش كان الفارق كان ضيق في الاول وفي الاول وفي الاول وفي الاول وفي الاول بس الحمدلال في تارت ورابع دفعنا كويس مع بعض قدرنا ان احنا في تارت ورابع ان احنا نفرق والحمد لله ماتش خلص فرق سكور كبير خلاص ماتش وعدة إن شاء الله نركز في باية الماتشات إذا نكسب الباقي إن شاء الله والله يا كابتن طارق قبل كل ماتش بغض النظر هنلاعب مين بيتكلم معنا في أهمية الماتش وأن الماتشات كلها مهمة وأن إحنا لازم ننزل نلعب بأقصى ما عندنا وما نستهينش بأي ماتش بالذات أن الاتحاد فرقة كبيرة قوي وعمليه مصراحة موسم خوي جدا فالنهاردة بالذات كان فيه فوكس على المحترفة شوية بس في الأول إحنا كان عندنا مشاكل إن إحنا ندافع عليها بس الحمد لله يعني عرفنا إن إحنا نقفل عليها صح وكمان في الأفنس إن إحنا نشوف مين فاضي مين اللي ماشي معايا ونتديله عشان نسهل الماتش هو طبعا إحنا كنا بنحاول إن إحنا نميل عندها هي شوية أكتر من باقية الناس لأن هي الكي فلاير عندهم حاولنا ندي المشن ديل فريدة واقل هي عملتها ما شاء الله كويس جدا وطبعا بمساعدة الباقيين بس فريدة كانت عاملة أفرت جامد قوي ما شاء الله معايا إن هي حاولت على قد ما تقدر إن هي قتليست تتعيبها لإن هي مش بطعب بسهولة يعني وبقية ناس تتكافر عليها فهي دي كان التعليمات الكوتش يعني هي فريدة بدأت أول كورتر مسكيها بعد كده رياحت شوية كورتر التاني كملت معا لغاية آخر الماتش كان هو ده اللي بين الشوطين اتكلمنا فيه إن إحنا لازم نوقفها وفي نفس الوقت إحنا لازم نبدأ نطلع من إن إحنا عايزين نوقفها بس إحنا كمان عندنا مميزات عليهم كتير أي لازم نستخدمها في الأوفنس وفعلاً ده اللي حاصل إن إحنا بقينا نمشي كورة أحسن كورة تنزل للطوال أكتر ده اللي فتح الماتش يعني الحمد لله يعني التقرير يعني أكد اللي إحنا قلنا المباراة ما كانتش سهلة كانت في فريق 20 بونت ولكن حتى كابت الطريخ خيري اضطر في وقت طويل من المباراة أن يثبت التشكيل نادي الاتحاد طبعاً مش محتاجين نتكلم نادي الاتحاد لما بيعمل فرقة سواء رجال أو سيدات في الباسكت بالذات أو حتى في الكرة الطائرة إنها جاي في الخبر اللي جاي نادي الاتحاد بيعمل أكيد يعني فرقة بتنافس بشكل قوي نتمنى كل التوفيق لسيدات لسه عندهم مشوار السوبر سيدات الكأس وإن شاء الله السنة الجاية نفوز طبعاً ببطولتين دول عشان السنة جانت أهل أفريقيا لأن الحقيقة كل الناس بتقول الفريدة لازم يشارك في أفريقيا الموسم القادم خاصة أن سبورتينج حقق طبعاً إنجاز كبير بحصد ببطولت أفريقيا كأول فريق مصري يحصد لقب أفريقياً اللقب أفريقياً كفريق فطبعاً نادي الأهل يستطيع طبعاً أكيد حقق نفس الإنجاز الحقق نادي سبورتينج